موسيقى أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المشهد اللبناني المجهول هو التوصيف الأكثر تعبيرا عن مستقبل القطاع المصرفي في لبنان ومعه مصير الودائع هذا المجهول عزز نقمة المودعين وقد رأينا بعضا منهم يصاعدون المواجهة باقتحام عدد من المصارف وانتزاع ودائعهم بالقوة هذا المشهد الذي يهدد بمخاطر الفوضى الشاملة يدفع إلى السؤال عن حلول سريعة ومستدامة فهل هذه الحلول ممكنة وما الذي يحول حتى اليوم دون إصلاح القطاع المصرفي وإيجاد خارطة طريق واضحة نحو استعادة الودائع هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها في حلقة الليلة مع ضيوفنا الخبير المصرفي دكتور نسيب غبريل ورئيس جمعية المودعين حسن مغني والخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان أهلا وسهلا بكم بداية سنستهل هذه الحلقة بالاستماع إلى صوت مواطن يشكل نموذجا عن آلاف المودعين اللبنانيين الذين خسروا جزءا كبيرا من ودائعهم في المصارف نحن نمنى أغنية معنا مصاري وعينا ما معنا مصاري أنا من وراء شغلي بين 35 للأربعين سنة عمل يومي متواصل ومبسوط يعني عملت مبلغ محترم يعني ملت مبلغ بفوق المليون مليون ومثنين طولار نحن اليوم ما بقى معنا شي من هول اللي متكلينا اللي طب يعني أنا ليش بدي المليون ومثنين دولار مش كرميل وليدي شهر الجي عنده قصوطة جامعة ومدارس عن جد صدقيني ما بقى ركي بدي يجيبه يعني عندي 8-8000 دولار جي شهر الجي بدي أدفعهم طب لقي لي حال شو بعمل ما في يجي حدا يقول لي بدي أشطب لك يون بورية ألم طب ما هذا الشغلة أنا وطعبة نحن اشتغلنا وطعبنا مش لحطة يروح مصرياتنا بضربة قاضية بالبانك عايشين على الحفة هلأ عايشين على الحفة شو هم تربحونا يا جميلة؟ أكل وشرب ما عم يقدر بقى نشترين الأشياء اللي بدنا إيها اللي بتطلع عبالنا ربطونا إذا بكرة زي الشيطة بدي عبي شوات ديارات مزوط بدي عبيوا بدي يطعجوني يعني بدي ألفين دولار مزوط هادي أول تعباية لخي إيه مصرينا عم يطلع بعدي الشغلات بوقف ما إنه معنا مليون دولار بالبانك بعدين هادول المصريات هادول جانا العمر هادول الشغل تلاتين واربعين سنة أنا بتأسف إنه يقدوا يكبوا الاتهامات على بعضهم من جمعية المصارف للبناء كيف؟ لمصرف لبنان للدولة طب يعني نحن ببقى بهمنا مين المسؤول عن صرف مصرياتنا عن هادر مصرياتنا القطاع المصرفي بلبنان يعني لبنان ما في حدا يستسلم قطاع المصرفي ويقول هيدا القطاع إذا راح بدل لبنان لا وجود لبنان من وجود القطاع المصرفي ولكن القطاع المصري تأسس وجود المودعين أهلا بكم من جديد دكتور غبريل في عندك تعليق بداية على التقرير على كلامها المودع اللي بيمثل المودعين طبعا هو بيمثل المودعين يلي نطرين جواب على ثلاث أسئلة ما هو مصير ودائعون؟ طيب بأي طريقة بدون يستردوا هذه الودائع بأي مهل زمني بدون يقدروا يستعملوا هذه الودائع إذا هالأجوبة توفرت ساعاتها ببطل قلق هذا المودع أو غيره على مصير أمواله ويصير عنده صورة واضحة حضرتك عندك إجابات أو ممكن تقعدوا بشيء؟ يعني ما فيه أقعد حدا بشيء بس فيه إليك فيه خيارات اليوم فيه خيارات فيه خيار مشروع الحكومة السابقة وفيه خيار مشروع الحكومة الحالية يلي بيؤدي إلى على قليل مشروع الحكومة الحالية إلى شطب ستين مليار دولار من الودائع وتحويلهم إلى أسهم بالمصارف فيه خيار الهيئات الاقتصادية يلي بيرجع تدريجيا الودائع لغاية خمسة وسبعين بالمئة منها بالنسبة إليك أي خيار هو الأفضل للمودع؟ لا الخيار الأفضل للمودع أنه ما كنا فتنا بهذه الأزمة هيدا أفضل خيار أما وأنه فتنا بالأزمة مثل ما قال الضيف بالروبورتاج أنه هيدا ميلو هو مفروض يقدر يتصرف فيه عند الحاجة طيب اليوم بظل هذه الأزمة ضمن هالخيارات الثلاثة اللي حضرتك قلت أنها مطروحة أي أفضل لإله؟ يمكن ما يقدر يخد كل وديعته بس الأفضل اليوم الأفضل لإله أنه يستعيد الثقة أفضل لأي مودع أو غير مودع يستعيد الثقة بالاقتصاد يستعيد الثقة بالمؤسسة هو ما بيعني له هاي الكلام دكتور غبريل هو بيعني له المليون وشوية اللي قال مجمعون ترجع له لأنه إذا بيستعيد الثقة ساعاتها بيعرف أنه هالودائع بالنتيجة رح يقدر يستخدمها أو جزء منها هلا أو جزء منها مع ذلك يعرف أنها موجودة بس إذا اليوم ما في ثقة متما تفضل ما عنده ثقة وعن بيقول في تقاذف للاتهمات إذا ما في ثقة أكيد ما رح يصدق شيء بس اليوم في خيارات في ثلاث خيارات بس سألتك بأي خيار إذا طلب منك تختار الخيار اليوم أي خيار بتختار؟ لا أنا بختار خيار المشروع الهيئات الاقتصادية وخيار المعهد المالي للتمويل الدولي للتمويل هذه مؤسسة عالمية بتعني بالبحث المالي والاقتصادي وأدمت اقتراحات من شهرين ونص لاستعادة تدريجية للودائع وذلك بتفعيل العمل المؤسسات العامة ذات طابع تجاري يعني بمعنى آخر تحمل الدولة جزء من المسئولية ما أحد عم يقول الدولة لازم تتحمل كل المسئولية ولكن الجميع يجب أن يتحمل المسئولية ما في طرف بيقول أنا مني مسئول أو ما لازم تحمل جزء فو الدولة من المسئولية بس إذا تحمل الدولة جزء من المسئولية ساعتا بيصير فيه إمكانية تدريجية لاستعادة السئة وبالتالي بيصير فيه إمكانية لاستعادة وداقة كمان بشكل تدريجي خليني اسمع رأيي حسن يعني أول شي بتوافق الدكتور غبريل أن الثقة هي الدرجة الأولى أنه ممكن بعدين ترجع الأموال تباعا السئة كلمة كبيرة يعني مش أنه أنا اليوم قررت أوسق بالكتاع خلص وسئت السئة بدي تجي من ورا إجراءات بدي تاخد المصارف أنا كيف بدي اليوم أوسق بالمصرف إذا ما عمل شي خليني أنا أوسق فيه هذه السئة كيف بدي ترجع؟ السئة كلمة أوكي كلنا ما إعادة السئة بس شو لازم يصير يعني؟ هذه إجراءات بدي تاخدها المصارف اليوم المودع على أي أساس عم يسحب ودياته ومش على ٨٠٠ دولار بره بـ ٤٠٠٠ هالخزارة مين عم يحمله؟ مين عم يتحمله؟ مين المودع عم يتحمله؟ السئة يا الدكتور نسيب حبيب القلب صديق وعزيز واللي بدك هي السئة ما بترجع يا الدكتور نسيب أنه اليوم إذا المودع اعترض على المصرف منسكر له حسابه ومنحطه تشيك عند كتب العدل السئة ما بترجع يا دكتور نسيب أنه المصارف اليوم عم تقطع أرقام كبيرة صارت من الحسابات السئة ما بترجع أنه مصرف بيلتزم بتعميم ١٥٨ ومصرف تاني مثل بنك البركة مقرر ما بده يدفع هو حر طب كيف بدي أنا أوسق بمصرف عم يتعامل معي بهذه الطريقة؟ أنا أنت بتعرف أنا أنت أكتر واحد بيعرف أنه نحن بجمعية المودعين من بداية الأزمة لليوم صرنا عقدين خمس اجتماعات مع جمعية المصارف نحن مش أنه بدنا نجلد القطاع المصرفي وإجبنا كمواطنين نحميه نحن بدنا نحمي القطاع بس مين اليوم عم بيسيق للقطاع المصرفي؟ طيب هل تقبل جمعية المودعين أنه تعود الودائع تدريجيا؟ نحن بعد ثلاث سنين على بداية الأزمة بعدنا عم نحكي شو الحل وشو الخطة؟ لأن في أكتر من الخطة مثل ما قال دكتور غبريين لأنه ثلاث سنين شعبويات ثلاث سنين ما حدا عم بيراعي هذه الأزمة ما حدا بده يتحمل هل برأيك المصارف عندها يعني المودعين أموال المودعين رقم كبير؟ هل المصارف عندها القدرة أن ترد كل الأموال لكل المودعين برأيك؟ برأيك أنا والله هني شو عندهم؟ هو رأيك لازم يكون مستند على أرقام مش على أنه أنا رئيس جمعية المودعين والله مودع المودع ما تفرق معه معكم ما معكم ما خصوا المودع بده وديعته بس عزبنا نحكي منطق عندها عندها قدرة المصارف ترد كل المودع هل الودائع؟ أكيد لا أكيد لا عشان هيك اليوم المصارف والمركزي والدولة اللبنانية لاتتهم منطق بهم أنه يلاقوا حل لإعادة الودائع دكتور أبو سليمان شو الحل اللي عم يتحدث عنه برأيك؟ أو شي في حل؟ هلأ عمليا خلينا نقول أنه هايدي للأسف جريمة منظمة بحق شعب برمته هايدي أول مرة بتحصل مين مرتكبها الجريمة؟ يعني وقت نحكي عن بونزي سكيم عادة بونزي سكيمز بيكونوا بشركات خاصة ما بيكونوا على صعيد أمة برمتها مرتكب الجريمة هن الارتباط بين الدولة ومفهوم الدولة وقت نحكي عن الدولة هي المؤسسات الدستورية يعني الحكومات المتعاقبة المجلس النيابة اللي كان هو يقر على الموازنات وعلى الاستدانة والمصرف المركزي والمصارف لأنه اليوم إذا أنا موضع عندي وديعة خلينا نقول بمصرف بسويسرا عن بأي بلد وهالمصرف أوضع هالأموال عند مؤسسة عند مصرف تاني وأفلس هالمصرف التاني أنا كموضع ما في المصرف يقلي لك أنا حطيتلك أموالك بشركة أما بهذا وراحل هذا حكي ما بجوز يعني على خط التماس خلينا نقول الموضع هو مشكلته مع المصرف بداية اليوم صحيح أنه في خطط كثيرة بس الواقع بقول أنه شو باقي بعد من هالوداية الباقي بعد من هالوداية لأنه للأسف المصارف وظفي ما لا يقل عن 75 مليار دولار شهدات إداع بالمصرف المركزي واليوم الوداع وصل إلى 98 مليار دولار إذن الباقي هو الأحتياطة الإلزامة اللي عم نحكي عن 98 مليار دولار بس في حل لمشكلة المدعين الحل اللي عم بيصير وإلنا من 3 سنين أنه الوداع عم بيردوها بالليرة اللبنانية وهذا اللي عم بيصير اليوم المصارف منا مفلسة بس المصارف توقفت عن الدفع يعني اليوم إذا أنا بدي روح أخذ وديعتي المليون دولار بدي أخذ منها 2000 دولار ما بيعطوني إيهون إذن هاي دي توقف عن بالعمل الصعبي أصلا توقف عن هاي دي هو إذا هو دعا بالعمل الصعبي وما عم بيقدر يخذه بالعمل الصعبي شي بيقلك أنه طيب كان في ودايع الفوائد عليها نميت بالفوائد داخليا بس في كتير مختربين جابوا أمواله من الخارج طيب هون كمان عملياً وين راحت الوداع راحت الوداع على تثبيت سعر صرف الليرة للأسف وعلى الهندسات المالية وعلى جزء من تمويل الدولة نحن وقت بدنا نحمل المسؤولية بدنا نحمل المسؤولية لهالأطراف هاي دي واليوم أي خطة أي خطة شو ما كانوا ما فينا نوهم المودع اليوم المودع بدو يتكبت خسائر وممكن يرجع يعود جزء من وديعته يعني مستحيل ترجع كامل الوداع هوني بدي أحكي عن نقطة مهمة وقت بدنا نحكي عن تفعيل مؤسسات الدولة وقت بدنا نحكي عن المرافق الدولة طيب مرافق الدولة وقت اللي بتجني هالأرباح بتجنيهم بالدولار أم بالليرة 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 طيب عملية رجعنا وقعنا بمشكلة الوداع بالدولار إذن للأسف اليوم نحن عم نحكي عن منظومة هي إلى ثلاث سنين عم بتحمل كل الموبقات كل الخسائر للمودع المصارف هي ما عم تتحمل خسائر اليوم لأنه هي عمليا وقت اللي عم تعطيها ع 8000 أما على سعر صيرفة هي كمان عم بتخفف من المطلوبات اللي عليها الدان اللي عليها من هالوديع وعم بتحملهم أكيد مصرف مركزي هو كمان عم بيخفف من هالمطلوبات وعم بتسجل خسائر فرق لا المصارف أكيد عم بتتحمل خسائر يعني هي منا عايشة على جزيرة مثل ما البعض بيحب بس ليش ما عم تعطي الودائع بالعقل الصابع وقدرة تاخد قرارات منها لحالة وتلقائيا هي في صلب الاقتصاد اللبناني وهي أول جهة شعرت بشح السيولة من جراء تراجع تدفع رؤوس الأموال إلى لبنان وما ننسى أنه المصارف التجارية هي الوسيلة الوحيدة اللي كانت لأستقطاب رؤوس الأموال من الخارج يعني السلطات ما عازها بتحالة تطور الأسواق المالية الأخرى البورصة آخر شركة لبنانية أدرجت أسهل مع البورصة كان بالتسعمية وثمانة وتسعين وهي من أصغر البورصات بالدول العربية دون شك هو من أبرز القطاعات لبلل عصب ولكن ما حصل أخيرا يعني حضرتك حكيت عن ثقة بأول سؤال وجواب ولكن مثل ما عم بيقول دكتور أبو سلامان مثل ما قال يعني المصارف اليوم أي دور عم تلعب تجاه المدعين ما عم بتساعدهم بشي يعني دولارك بأربعين ألف تعطيك شقفة من مصريتك على الثمانة ألاف شو هالجاب الكبيري هالفجوة الكبيرة وما عم تعطيهم بالفراش يعني كيف بتبرر تصرف المصارف اليوم أنا ما عم برر عم بقول في وضع المصارف هي في صلب الأزمة مثلها مثل أي قطاع آخر هي بكرر شعري بتراجع تدفع رؤوس الأموال إلى لبنان ليش؟ أولا لأنه هي الوسيلة الوحيدة لإستقطاب رؤوس الأموال إلى لبنان منذ 27 سنة منذ النهوض من الحرب وبدأ إعادة الأعمار ولم تطور الأسواء الميلية بلبنان فالعبئ كله كان على المصارف وحين فقدت السئات بدأ تراجع تدريجي لتدفع الودائع وتوقف بشكل شبه كامل بأيلول لـ 2019 بس هون لنرجع لموضوع السئة أنا بوافق لا بس هل يحق للمصارف اليوم اليوم من بعد الأزمة وما في سئة بقى بس هل يحق لها أنه ما طاعت المودة وديكتو؟ أهلا لأنه هي مخبية الأموال بالخزانة وهي بتقرر شو طاعته وشو ما طاعته في أزمة سيولة حادة اليوم الموجودات الخارجية الصافية لقطاع المصري فيها بعجز 400 مليون دولار إذا عم نحكي عن ودائع بالعملات الأجنبية 98 مليار دولار شوف الفرق طيب كيف تعمل هون دكتور أبو سليماني؟ اليوم فيه تعميم عم تصدر عن مصري في لبنان هو اللي عنده السيولة بالعملات الأجنبية هو عم بحاول ينظم ما أعرف إذا هيدا طيب كيف تقدر تعطيني قراءة عن اللي حصل بساعات متأخرة من يوم الأحد يعني طلع بيان مصري في لبنان سقط أو انخفض تراجع سعر الدولار بشكل ملحوظ شو عم يعني الناس ما كتير فهمت أولا عم نحكي عن سعر صرف الدولار أو اللي را اللبنانية بالسوق السوداء بالسوق المويزة اللي هو منطقة غير مقونا وغير فرعي ولا يخضع لأي رقابة بس هو اللي ماشي بالبلد لن اتفق هو الفعلي لا تانيا الإجراءات اللي يخذها مصري في لبنان لنقول منذ كنون الأول الماضي من خلال إصدار تعميم 161 أصدروا وقت شفنا تراجع على سعر صرف اللي را أيضا بالسوق المويزة وهو يعني محاولة محاولة موضعية ومؤقتة وليست حال ولا يتضاعي مصري في لبنان أنه هذا حال للجم تدهور سعر صرف اللي را بالسوق المويزة ورجع أخذ قرار مماثل مش مش تعميم قرار مماثل تقريبا بآخر أيار أو الحزيران وهلا مبارح أخذ هذا القرار أيضا للجم تدهور سعر صرف اللي را بالسوق المويزة ولكن الهدف يعني الأبعد من هيك من حاليا يعني لجم سعر الصرف هو تخفيض الهامش تقليص الهامش بين سعر صرف اللي را بالسوق المويزة وسعر صرف اللي را على منصة صحيحة هل صحيح أنه بخلال هالأسبوع راح السعر الرسمي اللي هو اليوم بعده ألف وخمسة راح يرتفع للخمسة عشر ألف عندك شي معطيات؟ هل هذا السؤال كتير مهم لأنه الطريقة اللي أعلن فيها سعر صرف رسمي جديد من خلال تصريح مقتضب لوزير المالية بأحدى وكالات الإعلام هيدا مانا طريقة مقبولة هيك قرار بغير كتير من الوضع الاقتصادي بلبنان بس هذا أمر جيد أو أمر سيء أنه نعلض لكمان لنخفض الفجوة بين سعر السوداء أولا طريقة إعلانه ما كان لازم تكون هكي لازم يكون فيه تحضير للاقتصاد اللبناني يطلعوا المسؤولين على الإعلام يفسروا خلفيات هذا القرار وتذاعيته لأنه صار فيه عند الناس أسئلة أكتر ما فيه أجوبة شو رح تكون عندكم كمصرفية الجواب للسؤال مش عارفين بعد مش واضح بعد إذا سيتم العمل بسعر صرف ليرة رسمي جديد 15 ألف ليرة أول الشهر المقبل نحن بنعرف أنه صار صرف الدولار ما يسمى الدولار الجمركي اللي هو رفع تعرفة الجماريك سيبدأ العمل فيه أكيد بأول الشهر المقبل ولكن تغيير سعر صرف الرسمي له علاقة بالاتفاق بين صندوق النقد الدولي والسلطات لبنانية ومن ضمنهم 9 شروط مسبقة أحدهم توحيد أسعار الصرف فإذا هايدي إذا هايدي رح نبدأ فيها هي خطوة نحو توحيد أسعار الصرف اللي لازم يسبقها العديد من الإصلاحات لأنه توحيد أسعار الصرف كمان له تداعيات بس أرجع أحكي فيها بس خليني أخد رأيي المودعين باللي صار مبارح هيدا بينعكس إيجابا على المودع أنه ينزل سعر الدولار سوق السوداء أو بينعكس سلبا لا أوصل على 15 ألف عمول مارو يعني المودع ما عم ياخد دولار أصلا بينعكس عليه إيجابا بس إنه إذا أنت قبط باللبناني وسعر الدولار وطب كل اللي عم بصير اليوم اللعبة الدولار بالسوق السوداء بغير السوق السوداء برجع بعيد لك عم تطلع براس المودع كل شيء عم بصير اليوم هو عم يطلع براس المودع لعبة الدولار تطلع نزول بنعرف عم يطلع براس المودع بس هل الذي يحصل اليوم يمكن عم تكن يعني موارز عندك معطيات إذا بدو يصير فيه تعاميم جديدة لبقى الحكية أنه فيه تعاميم جديدة تعديل المية وحد وخمسين شو هاي؟ تعديل المية وحد وخمسين تعديل راح يبقى اتجاه 51 ألف آه بيصير الدولار أزلك أول 51 ألف يعني بيعنوا للخمسة عشر ألف لأنه بدو يصير سعر سعر رسمي بس أنا كنت بدي بدي عقب أين تم عطياتك بتقول أنه حتصير مفروض من هلأ لآخر الشهر يعني موكي لآخر الأسبوع بس بدي عقب على اللي قاله الدكتور ناسيب دكتور ناسيب ما فينا نفصل اليوم المصارف عن أصحاب المصارف أصحاب المصارف عملوا أرباح إخير عشرة خمسة عشر سنة أرقام بالمليارات يعني المصارف كل اللي عم بح عم نحكي بغير محل بدي أنا تعليقك على موضوع مبارح اللي حصل أن نزل الدولار من أربعين ألف ونيف إلى رقق مقاوطة هل هذا أمر جيد أو أمر سيء هذا أمر جيد للمودع إذا بينعكس بالاكتصاد اللبناني على أسعار السلع والبضائع والحاجات كل اللي بيشتنيها المودع نعم إنما بالمعنى التقني أنه نزل ثلاث تلاث تلاث تلاف المودع أصلا ما عم ياخد دولار ليحس بهذا الفرق دكتور أبو سليمان اللي صار مبارح حالينا نحكي بداية عن المصارف المركزية شو مسؤوليتها شو وظيفتها المصرف المركزي يعني المصرف المركز هي بداية المحافظة على السياسة النقدية والسياسة المالية تحفيز النمو الاقتصادي وطبعا السيطرة على التدخم اللي شهدنا بالأمس بداية أنا برأيي ما فيه شي جديد فيه فقط اعتراف أنه المصرف المركزي كان عم بيشتري دولارات عمليا إذا كان عم بيشتري دولارات من الشركات المال لهن الأم تي وغيرهم طيب إذا كان عم بيشتري دولارات على التسعة وثلاثين ألف والأربعين ألف ويرجع يبيعها على الصيرفة على تلاثين ألف مين عم بتحملها تلاثين بالمئة خسائر مين؟ كمال المودع؟ عم تتسجل بالمصرف المركزي بالطبع من أموال المودعين هذه بداية من ثم وقت اللي بينخفض هيك نهار أحد وما فيه تداول ما فيه سوء إذن عمليا كمان فيه هون عم بيشكله إذا بدك هلع لا يروح المواطن نهار التنين يبيع دولاراته نحنا شهدنا على الشيء سابقا إذا بتتذكري بعيدة تأليف حكومة رئيس ميقاطي نخفض للخمسة عشر ألف رجع سجل مستويات أعلى قبل الانتخابات النيابية نخفض كان لما ستمينة وثلاثين ألف نخفض نخفض للعشرين ألف رجع سجل مستويات أعلى إذن عمليا كلها هيدا سياسات ترقيعية وقت اللي كنت عم بيقلك شو وظيفة المصارف المركزية اليوم وقت اللي بيكون هو عم يشتري دولار وبيساهم بارتفاع سعر صرف الدولار يعني عم بيزيد التضخم يعني فيه تآكل القدرة الشرائية يعني المواطن والمودع عم بيكون ضحية ارتفاع الأسعار وبالطبع أكيد ما فيه تحفيز للنمو الاقتصادي إذن عمليا للأسف كل هيدا هو تشويه للاقتصاد وللمجتمع وضرب ضرب ثقة بالاقتصاد الوطني هلأ إذا بدنا نحكي عن الخمسة عشر ألف رفعنا للخمسة عشر ألف للسحوبات هيدا نظريا لأنه فعليا إذا رفعناها للخمسة عشر ألف كمان رح يكون فيه سقف للسحوبات لأنه إذا خلينا نسحب أكتر سمح مصرف لبنان يسحب أكتر بالتالي بد يصير فيه انفلاش أكبر للكتلة النقدية بالليرة اللبنانية كمان بتصير الجيبيات على الخمسة عشر ألف بدو يرتفع سعر صار في الدولار بدو يرتفع سعر صار في الدولار يعني كيف أنت أنت توقع يرجع يرتفع سعر صار في الدولار أنت سابت سابت اليوم ست مونة أنك أنت عم تخسر على وديعتيك فيه اقتطاع تقريبا ثمانين بالمية إن كان هلأ عثمان تلاف أما قبل وقت كان ثلاثة تلاف وتسعمية إلى ما هنالك إذا ما نحن قمنا بالإصلاحات المرجوة ومنا على رأسه موضوع إعادة هيكلة القطاع المصرفي لأنه ما فيه اقتصاد بيقوم ما بيعيش من دون قطاع مصرفي بالطبع وهيدا الشي يبدو أنه نحن واصلين لفراغات دستورية وأكيد للأسف ما رح يصير فيه إعادة هيكلة القطاع المصرفي شو عم بيصير بالوقت بالثلاث سنين بعد نحن منكف ثلاث سنين منكون نحن فرغنا من هالخسائر صحح نفسه بنفسه الاقتصاد دفع تمنه المواطن والمودع رح بعد الفصل جاء أحكي بموضوع إعادة هيكلة المصرف فصل ونتابع هذه الحلقة من المشهد اللبناني أهلا بكم من جديد إلى المحور الثاني من هذه الحلقة ونستهله بتقرير نستمع فيه إلى رأي قانوني من مسألة اقتحام المصارف وذلك ردا على سالي حفظ التي كانت من بين من اقتحموا مصارف في الفترة الأخيرة قررت اقتحم البانك لأنه بطل عندي حل تاني لحتى نقدر نجيب مصرياتنا من قلب البنوكي هذه ظاهرة لم تكن موجودة بتاريخ لبنان أنه ناس عندهم وداع بمصرف يقتحمونه سواء بيخوة السلاح أو بالمجموعات وبيفوتوا بيخذوا الوديعة تحت الضغط بالإكره بطل عننا حل تاني لأنا اختي مريضة بدأت اتعالج لعليج بيكلف فريش دولار وصلنا لمحال ما بقى قادرين أنه ندفع بس ولا مرة حدا قدم طلب وعنده سبب صحي وسبب اجتماعي تير واضح مع مستنداته إلا ما البنوكي لبته هلا مع الأسف الشديد اللي عم بيفوتوا على البنوكي تلبتر بيعهم لنهم مدعين ولا عندهم وداع بالمصارف الناس بتقول أنه أخدت حقي بالقوفي أنا بقول أخدت حقي بالحق أنا عندي حق عندهم رحت أخدته بالحق وما حدا نجرح ضفره بقلب البنوكي سالي حافظ أولا هي ما عنده وديعة وما عنده وكالة عن إختها وإختها التانية اللي فتت معا كمان ما عنده وديعة الوديعة هي لإختهم الثالثة المريضة بس بدي إليكي عكس ما تضيع كله بالأعلام المصرف لم يتلقى منه أي طلق أنه عنده مريضة ولا إجت على البنك وقالت أنا إختي مريضة وهيدي المستندات اللي بتسربط هذا المرض اللي عملته أنا يعطى برصته ومسلح حتى لو كان فرد بلاستيك ما سلت أمام القاضي أنا ومحام البنك وطلعت بكافية مالية مليون ليرة ومنع السفر لمدة ستة شر القضاء هو علة السبب بهذه القضايا يعني أنه في فوضى مش عم يمشوا الملفات بس هاي الملفات ستأخذ مسارها القانوني بتتحول بكرة عن قد التعيي ومن قد التعيي على المحكمة والمحكمة ستصدر أحكام بحقهم ضمن المواد اللي محاولين بيموجبها بأكد لك شغلة هؤدي مستقبل يدفعون إجراء محامين وما بيطلع منهم شي وراح يطلع دايهم الأحكام وراح سجلهم لعدلة يصير علي إشارة وراح ينحرموا من الوظائف وراح ينحرموا من تيكاتي سفر يعني في كتير مش عم يستوعبوا العالم إنه بس تروق الدولة وميصير في عندنا نظام كلهم هؤدي مدفعوا حق كنت عم تضحك وكأنه عندك تعليق وغير موافق هل يجوز أن يقتحم أي مواطن مصرف هلا هو بمبدأ الاقتحام من ناقش فيه بس عم بيقول إنه سالي حافز ما كان عنده وديعه وما عنده وكالة من أخته كمان هيدا أمر بيجوز يعني شريعة الغاب تسوي نعم شفت أنا هون المشكلة مع جمعية المصائف هيدا الناس اللي بتطلع بتحكي هيك هيدا الهجوم على الموضيع شو شو إلي إلي رد علىه رد علىه بالمعطيات ما حدا فات على البنك اكتحم وعنده كيس عم ينفي كل المواضيع لا أخذ نموزه شهر حافز إنه ما عنده سالي حافز عنده وديعه سالي حافز أنا زرت لأخته بالبيت الله يطول بعمره بس مريضة مريضة مزرية أعترف إنه في حساب لأخته المريضة بس ما في وكالة ما أحد اختحم وعنده كيس وهيك كل الي اختحموا عنده و ضائع إلا سالي حافز هل يجوز لمقتحمة او مقتحم ما عنده وديعه انه يعطى أموال ما عنده وديعه؟ أكيد لا ما بيجوز طي يعني اليوم شخص ما عنده وديعه بالبنك هيدا صار اكتحام وهيدا صار سألقة بس كل الي فاتوا عندهم ودائع أنا بدك تسمح educación لدقيقة بس سالي حافظ ما عنده وديعة بس أنا إذا بفوت بقول له نعطوني مصريات أهلي إخت المريدة بدي تفوت على الشريوع على البنك تيخد وديعتها عنده وكالة عنده وكالة عن إخته فهو قال ما عنده وكالة شو بدي فيه هو شو بيقول هو بيقول وأنا بقول كل اللي حكاية مش مظبوط أنا بالـ 2020 بعثت لتر للبنك بالتقارير الطبية من السي أم سي أمي كانسر بدي 15 ألف دولار لكن كيف تصرفت بعثت لتر والتقارير ما رد علي البنك رفعت دعور بحتها بالابتدائي منفز البنك آخر شي ما عندي خيار أنا أمي عم بتموت قدامي فت على البنك وأخدتهم بالقوة اليوم اللي عم بيموت شو أعطيني بديل لمريض الكانسر لأقله أنا ما تقتحم البنك بس أعطيني بديل وأنا بطلع بكرة بقول كل اللي اقتحموا المصارف مجرمين أعطيني بديل واحد شو تصرفت المصارف أنا بأكد لك ما حدا أخد طرير طبي على مصرف وأخد وديعته بالتي هي أحساب أدي ردك دكتور غبريل أنا ما بعرف وضع السيدة سالي حافظ ما بش ضروري على سالي حافظ لحالها يعني وصلنا لمحل أنه الناس عم تتوسل أموالها لحاجات طبية يعني أختها أمه أم يعني بعيد عن كل العالم بس في حالات مرض مستعصي عالم عندها مصرياتها بالمصرف هل المصارف عم تعطي الودائع لأقلوا للي عايزينا لأسباب أمي توفت أنا استفاء الحق بالذات هو جرم يعاقب عليه القانون اللبناني وإلا ليش لا يكون عندنا نظام قضائي وأجهزة أمنية ومحامين ونقابة محامين يعني أنا بدي أرجع على شيء أساسي بس ما هي ردة فعل على فعل خلينا نقول حجز الوداع ما بدي يعني ما في خلاف بهالموضوع بس هذا صار موضوع يعني نتيجة هذا نتيجة السبب الرئيسي هو منه تقني والحل منه تقني يعني بيقولوا لازم نبدأ بقعادة هيكلة المصارف أوكي هذا لازم يصير بس مش هذا الحل هذا منه رح يرجع السئة يلي رح يرجع السئة هو انتظام عمل المؤسسات هو احترام مهل الدستورية هو تطبيق الأوانين هو فصل السلطات هو احترام استقلالية القضاء ودعم إمكانيات القضاء هذا مسار متشعب وطويل منه متشعب وطويل إذا فيه إرادة سياسية شوفه وين صرنا على مؤشرات البنك الدولي للحوكمة والإدارة الرشيدة 90% من بلدين العالم عند حكومات فعالة أكتر من فعالية الحكومات اللبنانية 85% من بلدين العالم بتطبق أوانينه أفضل ما لبنان بيطبق أوانينه ثلاثين بلدين العالم عند نظام محاسبة ومسائلة أفضل من ما نطبق النظام المسائلة والمحاسبة بلبنان 81% من بلدين العالم عند أوانين بتراعي القطاع الخاص وبتدعم الحركة الاقتصادية 76% من بلدين العالم عند قضاء فعال أكتر فعالية من قضاء تصرفات جمعية المصارف هيدا هيدا يلي بيبدأ باستعادة السيقة فيك تعمل إعادة هيكلة لكل القطاعات بالاقتصاد اللبناني كل القطاعات مكونات القطاع الخاص بالاقتصاد اللبناني إذا ما علجنا هالشغل الأساسي يلي هي سبب الأزمة يلي هي خذي بين منتصف أزار 2013 وأيلول 2021 فترة 8 سنوات ونص بهالفترة هذه الحكومات المتعاقبة قدرت تشتغل بشكل طبيعي لفترة 2-8 شهر يعني أقل من ثلث هذه الفترة لماذا؟ 11 شهر لقدر رئيس سمام سلامي شكل حكومي سنتين ونصف فراغ رئاسي اليوم وصلنا لهون خلا نسمع رأيي خلا نسمع رأيي خلا نسمع رأيي دكتور وليد بس هيدا الجزور الحقيقي اللي يجب معالجتها نحن متفقين أنه بدنا نعيد السقة دكتور عمليا اليوم المحرك والعصب كان للاقتصاد اللبناني هو المغترب والمقيم قبل ما نحكي عن المستثمرين الأجانب طيب اليوم لنسلم جدل المؤسسات الدستورية كلها انتظمت انتظم كل شي زبطنا كل شي وما عدنا الأموال للمودعين هل نستعيد السقة؟ هذا السؤال هاي خطوة أساسية لإستعادة السقة طبعا خطوة أساسية؟ طبعا احترام المهال الدستوري بس إذا ما رديت لهم أموالهم إذا ما رديت لهم أموالهم هن رح يرجع ثقة مين بدق أنت يثق بيك اليوم؟ المغترب والمقيم إذا كل هودة مشوا وما رديت لهم أموالهم شوف رقيني معهم يعني هون صار السؤال وهيدا صراع عقائدي بلبنان بطل وجهة نظر أي هوية نريد للاقتصاد اللبناني مش عم نحكي بدنا هوية للاقتصاد اللبناني ما في احترام للسلطات لا هني معك دكتور دبريد دكتور لا هني معك هو عم بيقول كل اللي حتفضل كان عم بيقول كل اللي مطلوب لازم ينعمل بس ماذا لو طبق أو نفذ نفذت كل الإصلاحات وما رجعت الودائع هل هذا يعيد الثقة من دون إعادة الودائع؟ لا مش قصة إعادة الودائع قصة بس إعادة الودائع وقت اللي عمل المؤسسات واحترام الدستور وتطبيقه بالكامل واحترام مهال الدستورية وفصل السلطات واستقلالية القضاء تطبق الحل التقني بيجي تلقائيا كيف يجي بيجي تلقائيا كيف يجي بيصير إعادة هيكل القطاع المصري فيه سهلة بيصير اليوم اليوم فيه إعادة هيكل إلى قطاع المصارف وين أصبح هذا القانون القانون بعده يكتب بعد ما وصل لمجلس النواب ما انتهى نصه هل أنتم يعني أكيد اطلعتوا على هالمشروع راضين عنه؟ أنا بعد ما اطلعت هالمشروع بس ما فيك يعني هذه فكرة فكرة شطب الودائع حتى لو عملت إعادة هيكل من خلال شطب الودائع لن تعود السقة مش شطب الودائع اللي رح يعيد السقة ولن تعود السقة من دون إعطاء المودعين أموالهم بدون ما يجيبوا على هذه الأسئلة أنا عندي سؤال بالإعادة لموضوع الاقتحام اليوم المشكلة أن الدولة أصبحت عم ترعى شريعة الغاب يعني نحن ما بقع منلتجي لحكم القانون وقت فيه تقاعص بعدم إقرار مشروع سميه capital control أما البدك بنظم بيرعى العلاقة بين هالطرفين اللي هن المصارف والمودعين إذا ما ما بتقر هيك شي ما عم نحكي لتهريب الأموال بس على القليل ينظم العلاقة ويضل فيها الاستنسبية ويضل في أحكام معلقة أكيد المشكلة أنه ممكن نشوف أسوأ من هيك وهذا الشي اللي ما بدنا إيه لأنه اليوم أنا برأيي الملامة على الدولة الملامة على المجلس النيابة وعلى مجلس الوزراء وقتل ما بيقروا قوانين بترعى هل أنت مع أقرار قانون إعادة هيكلة المصارف اليوم بالطبع لأنه ليش أقلك لي بس طلعت على مشروع معين أنا ما طلعت أنا لازم يكون في إعادة هيكلة قطاع المصرف ليش لأنه اليوم عمليا المصارف شو منستفيد المصارف اليوم شو وظيفته اليوم اليوم بالوقت الحاضر مش عم فيها تقوم بوظيفته بإقراض القطاعات الاقتصادية اليوم المصارف أصبحت مثل قلات ساحبة أي تي أم يعني بتروح إلى تسحبة وبيفتحوا اعتمادات للمستوردين من الخارج للمصارف كمان لازم يكون في إعادة هيكلة لقدروا يرجعوا يقوموا بدورهم الفعال إذن عمليا هذه البداية شو بيضي من ثم منا أنت من شرط من شروط الصندوق النقدة الدولة إعادة هيكلة القطاع المصرف إذا ما قمنا فيه لما منحكي عبارة إعادة هيكلة القطاع المصرف يوم مظبوط طلبوا صندوق نقدت شو بيغير يعني شو بيصير بالمصارف يعني عم بتتقلس عالدها عم تدمجها إذا اليوم هي بيغيبوها أما مش قادرة تقوم بوظيفة طب ممكن ترجع تقوم بعملها لا شو بيغير فيها يعني هالأنون هذا شو بيغير أكيد بدوا يرجع ينضخ من قبل المساهمين ما أنت عم تحكي إذا ما أخذوا الودائع كيف بدون يرجعوا والأستاذ دكتور حتى سمسيا ما هون اللي عم بوله أنه بدوا يرجع ينضخ من قبل المساهمين وأصحاب المصارف إذا كانوا ارتقوا بدون يبقوا أما لا يخرجوا من السوق بدوا يرجع ينضخ عملات طازجة مش مثل مش مثل وقت رجعنا رفعنا رساميل ونقعدنا إعادة تقييم بعض الأصول العقارية وندفع بدولار محلي لا بدوا يرجع ينضخ عمل صعب أكيد بعض الحل السياسية بشاريين القطاع المصرف هذا شرط من شروط صندوق النقد الدولي لأنه نحن إذا بدنا نرجع نعبر على الأسواق المالية العالمية وبدنا نرجع نقدر ندق على بواب السنديق اللي هي ممكن تمنح بعض القروض بدنا مضطرين نقطع بصندوق النقد الدولي لأنه هو الممر الإلزامي عزيم حسن كجمعية مودعين عن إعادة هيكلة المصارف هل ترون هذا واحد من الحلول لوضع الأمور على السكة الصحيحة أو لا هذا ما بيقدم وما بيأخر بالنسبة لنا هذا بدنا الوديع وبنك عليه 10 مليار دولار وبنك تاني 10 مليار دولار دمجني هون صارع لنا بنك عليه 20 مليار دولار بقينا محلنا لابد من إعادة هيكلة الكتار المصرفي نحن اليوم عنا أكتر من 60 مصرف في لبنان بعتقد في 46 مصرف تجاري طيب على 4 مليون نسمة تو ماتش بعتقد ولا لا وليد كتير نحن مش بحاجة إلا أكتر من 10 مصارف اليوم بس لما نحن بدنا نجيب 150 مليار دولار بال2011 على جي دي بي 50 مليار دولار بد يصير عنا 60 مصرف حكما يعني لأنه صار في طمع وجشع بكتير محلات بهذا الموضوع عشان هيك أنا كنت عم أقوله للدكتور نسيب ما فينا نفصل أصحاب المصارف عن المصارف ما فينا نفصل حسابات أصحاب المصارف عن المصارف بس عندي شغلي بعد وليدي يعني أنا أنا بفهم أنه حطوا كل الأموال بمصرف لبنان وعبر شهادات اليورو بونز طيب الكارينت أكاونت وينو أنا لما مجمد ثلاث سنين فاهم أنك عطيتهم لمصرف لبنان أنا قبل الثورة مثلا حطيت 23 ألف دولار الكارينت أكاونت وراحوا وينختفوا حقتوا ضغري تعطوهم لمصرف لبنان ثلاثة الأضراب والإكفال أنتوا سكرتوا بعد 17-20 أسبوعين أنتوا اللي ضربتوا السئة بالقطاع مش المودعين إكفال المصارف ياللي ضرب هلأ بعد كونهم أضربين أضربين بوجه مين من مين خايفين طب هل تجوز هذه الاقتحامات وشهر السلاح كمان بالمصارف طب نحنا الدكتور نسيب يعرف بأول الأزمة رحنا على جمعية المصارف كجمعية مودعين أكيد المودع بدي يأخذ مصرياته بالنهاية مش نحنا ماشا هني ما عم ينكروا حق المودع بس كمان عم يفوت فيه سلاح وأخذ رهائن لأنه هني ما عملوا شي اليوم عم يتسرف المودع على قاعدة مجبر أخاك يعني هيك مكفيين في حيات هلأ أنا طب هكذا تصرف تلزم المصارف هلأوا في اكتحام بصيدة لا غير تلزم ممكن يكون في إراق على الدماء هنوصل للدام مشكلة هيدا ما هيدا سبب إضافة لتخلي المصارف مقفلة نحنا ما عم نشجع ولا نتمنى ولا نرد يعني ما منحب نحنا ما منحب بس نحنا عم نحذر نحنا واصلين لأنه الشعب بمواجهة الشعب المودع والموظف مكلينا اتنينتهم سوا بكرة هيصير في دم بالمصارف بدنا حل لا مش هالمطلوب رح يخد فاصل وبعد فاصل من تابع ما هو التحذير يعني خطير ويدفع المصارف دولة تحمل مسؤوليتها فإذا خلينا نقود فاصل ونتابع المحور الثالث والأخير من حلقتنا لهذه الليلة أهلا بكم إلى المحور الثالث والأخير من حلقتنا لهذه الليلة دكتور غبريل في تباين قيل بدت وضحنا نقطة داخل جمعية المصارف من أكتر من موضوع عم ينطرح مؤخرا هل هذا يعيق أخذ القرارات بجمعية المصارف جمعية المصارف منها منظمة شمولية مؤسسة شمولية في أراء متعددة هو مجلس إدارة مكون من 12 رئيس مجلس إدارة لـ 12 مصرف وبيتناقشوا بالمواضيع وبياخدوا شو التباين على أين يقاط أكتر شي في تباين أنا ماني عضو مجلس الإدارة لأعرف بس في يقلك شغلة بموضوع إعادة هيكلة المصارف لا القطاع المصرفي هو بده يبلش هذا الموضوع لأنه صلنا 3 سنين بهذه الدوامة هذه وإعادة هيكلة يعني الجهة الوحيدة يلي يلي ما بتعترف بودائع الناس هي الجهة اللي بدأت تشطب 60 مليار دولار ودائع يلي هي الدولة يلي هي مشروع الحكومة السابقة أو أول مشروع للحكومة الحلية صندوق لاستعادة الودائع بطريقة مختلفة عن مشروع الهيئات الاقتصادية هنا كمان صار في تباين بالنسبة لموضوع الجميع يجب أن تحمل مسؤولية الخروج من الأزمة المصارف والدولة ومصرف لبنان ولكن مش صحيح أن المصارف ما تتحمل خسائر المصارف المساهمين خسروا اليوم استثماراتهم بأسهم المصارف برأسمال المصارف أولا تانيا المصارف خسرت 90% من محفظة السندات واليوروبونز التي حملتها خصوصا من بعد قرار الحكومة السابقة التعصر عن تسديد السندات تسديد التزامات الخارجية وتالثا في خسائر تقريبا بين 8 و 9 مليارات دولار على مراكز القطع المفتوحة بالعملات الأجنبية فلا المصارف عم تحقق خسائر اليوم وهي مستعدة تتحمل بعض جزء من المسؤولية للخروج من الأزمة لا يمكن بعد ثلاث سنين نقعد ونتفرج النقطة الثانية وقت اللي أقفلت المصارف بتشرين الأول 2019 راحت إلى السلطات النقدية والتشريعية والتنفيذية وبإيدة مشروع أو إجراءات الكابيتل كونترول يلي طبقت بال1967 قبل الظهر مجلس الوزراء وضع التفاصيل وبعد الظهر أقروا مجلس النواب بينما هون صار تقاظف للمسؤولية تروح لهنيك وتعالى هون ولغاية اليوم ثلاث سنوات بعد الأزمة لم يطبق أبسط إجراء وأكثر إجراء بديهي يجب أن يطبق عند تراجع تدفع رؤوس الأموال بأي اقتصاد نحن لدينا خبرة بهذا الشيء ولم يتخذ بعين الاعتبار فأنا بوافق صديقي حسن أن الدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها ما بيصير نضلنا بفراغ تفقته لا لا معنا ما بيصير نضلنا بفراغ وخصوصا بس 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 ما فينا نقول أنه إذا القضاء أخذ وقته لا يطلع أرار معناه تصار قضاء مسيس وفاسد وإذا أخذ أرار منقول في قضاء مستئلين ونضاف لا القضاء يجب أن يكون مستئل ودعم إمكانياته لا يقدر يأخذ أرارات بسرعة في نزاعات تجارية ما لا علاقة بالأزمة عمره عشر سنين وخمسة عشر سنين بالقضاء لأنه في قضاء منزهين وإذا لا ساعة القضاء بيكون مسيس وفاسد ومخروق تفقته حسن على شي نقطة قلو أنت ودكتور غبري بدي خبرك لهو مخبرك تفضل إنكسام بجمعية المصارف هلأ عندك معطيات أكثر من دكتور غبري طبعا عندي معلومات مش معطيات ودكتور نسيب يعرف تفضل خبرنا بس قبل ما تحكي بموضوع الكابتل كنترول دكتور بعد إقفال المصارف بتاريخ 11 11 2019 أصدرت بيان جمعية المصارف أثنت على على قرار الحاكم مصرف لبنان إنه ما يمشي بموضوع قانون الكابتل كنترول إذا عمليا كانت المصارف بعد ما أقفلت ما كان بد قانون الكابتل كنترول أوكي بعد أنتطلق بالعكس هذا أكثر شي مضر للمصارف هذا بيان إذا بترجع بالزرح رح يرجع لشوف 11 11 2019 خلان نرجع لحسن شو عندك شي ما عنده يا دكتور غبريل عن جمعية المصارف مثل ما قال أكيد بياناتها مش ملزمة بالنهاية للمصارف بس اليوم في إنقسام حد بالجمعية شو عشو هيدا الإنقسام بداية هو من 2016 ومكمل حد 2016 عشو الإنقسام وقت قصة أنه تديين الدولة ومتديين الدولة وبال2016 نسحب الـ HSBC اليوم اليوم الإنقسام هو التالي وأنا عم بحكيكي معلومات لأنه أنا أعطى واصل معهم في رأيين بجمعية المصارف في جناح اللي هي المصارف الصغيرة والمدل وفي المصارف الكبيرة في المصارف الصغيرة بدأ حل وجهزة تمشي أتليست بالأمور المرضية حتى بدي أكتر من هيك أكترح أنه تسكير حسابات المودعين من 20 ألف دولار ونزول الجناح الثاني بجمعية المصارف يلي عم بيقول خدوا مفاتيح لابنك ودروها أنتو نحن بطلنا اللي هو عم بحكي البيك بانكس اليوم البيك فايف ما بدون رافضين هذا الطرح ما بعرف الطرح الثاني برجع بقليك من الجناح الثاني جاهز هاي نقطة أعطاء المودعين اللي وديعتهم 20 ألف ونزول كامل للوديع أنا عم أعطيكي معلومات والدكتور نسيبة بيعرفك بني منها هلأ بجيوب دكتور تفضل في غير في غير نقطة يا حسن أيضا الإنقسام الإدراب اللي أعلنوه من أسبوعين بعد مش كل المصارف التزمت فيه أنا بقدر أكدلك فيه بحدود الست مصارف فتحت بوابك كل الأيام اللي أعلنت فيها جمعية المصارف الإدراب دكتور غابريل لأي حد هالكلام دقيق هلأ بجيوب يكون فيه تباين بس صح فيه مصارف عم تحضر للاستمرارية للمدى الطويل وأخذت إجراءات بهال بهالاتجاه هيدا وفيه وفيه مصارف عندها يعني نسب سيولة متفاوتة مش كل المصارف فيك تحطيها على نفس المستوى اليوم فيه ضغوط الأزمة فيه ضغوط الأزمة هي قدت مثلا إلى إلى تراجع الودائع 49 مليار و300 مليون دولار منذ بداية 2019 إلى تراجع التسليفات إلى القطاع الخاص بـ 62% يعني بـ 36 مليار و600 مليون دولار إلى دمج وأخفال 225 فرع مصرفي إلى خسارة 7000 موظف بالقطاع المصرفي راحوا إلى مؤسسات مالية بأوروبا بالخليج بالأمريكا أخذوا أسرارهم مؤون لا ما في أسرار لأخذوا أمؤون إلى تراجع السيولة لدى الخطاع ككل بـ 62% منذ بداية 2019 يعني إذا بدنا نحكي عن إعادة هيكل إزيتية تحت ضغط الأزمة هذه الأشي عم بتصير خليني أرجع لأنون سرية المصرفية دكتور غبريت شو تعليقك أو قراءتك لأنون سرية المصرفية بالصيغة النهائية هو أصلا هذا أحد الشروط المسبقة للاتفاق بين لبنان وصندوق النقذ الدولي ويعني يلي ما عنده شيء خبيه ما عنده مشكلة بالتعديل أو متعديل بس القصة هون أنه نحن عندنا أنون موجود أنون 44 اللي التعدل بال2015 ووسع مفهوم رفع السرية المصرفية يشمل التهرب الضريبي وغيره 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 مش بس تمويل الإرهاب وتبييد الأموال يعني شمل عدة جهات هلأ مش بس للهيئة المستقلة لمكافحة تمويل الإرهاب أنه يطلب رفع السرية المصرفية تعديلات الأخيرة اللي هي إجت من صندوق النقذ بيسمح لجنة الرقابة على المصارف لمصرف لبنان لمؤسسة الضمان موافقين على الصيغة اللي طلعت والمحاكم الخاصة أن تطلب يعني الصيغة مباركة كيف ينا نقول قصة مباركة هيدا أنون والمصارف تلتزن بالأنون بس المصارف إذا ما عجبها شي بتقدر تقول أنه ما عجبني وبيتعدل وهي مش أول هلا مش راح يتعدل خلص يعني وافقين على هيدا أنون يجب التزام فيه أكيد يجب التزام فيه بس بدي أخد رأيك بمضمونه أنه هل هو كان راضي للمصارف مرضي للمصارف لأنه أدخلت عليه تعديلات يعني كان المصارف فيه لي بتقرر بكتير محلات بتقرر قررت تنصف خطة حسن دي ونسفت هذا الخطاع الخاص خليني أخذ بس رأي دكتور أبو سلامين وبرجع لك حسن أختم معك بعد ضغط ضغط صندوق النقد الدولي ونحن شهدنا آخر 24 ساعة قداش ضغط صندوق النقد الدولي لا قدروا فعلا يعني يعدلوا بعض لأنه كان مفرغ من مضمونه عمليا يعني كان إذا بديك بعض مناطب بعض الأشخاص أما المناصب اللي هي فقط فيها ترفع السرية المصرفية وطبعا المفعول الرجع مهم جدا هلأ عمليا ليش هذا مهم لأنه اليوم خلينا نقول أنه لتقدر أنت تردي الوضايع فيه أشخاص بيستحقوا فعلا ترديلهم وضاعتهم فيه أشخاص اليوم اللي سمح الله هني سارئين من المال العام الأشخاص اللي هني تقاضوا فوائد كتير مرتفعة ممكن أنت بديك ترجع تستردي هالفوائد اللي هي كانت بتفوق خلينا نقول الفوائد اللي كانت ندفع سندات الخزينة إذن هذا مهم جدا كمان لا استرداد الوضايع ولا إعادة هيكلة القطاع المصرفي وأكيد أكيد مهم جدا لترجع تحسن مصداقيتك مع البلدين بالخارج لأنه اليوم مثل ما تفضل وقال أنون 44 على 2015 مهم جدا لأنه التهرب الضريبة هو يعتبر كمان جزء من تبييض الأموال وكمان لازم هذا يكون فيه معاقبة عليه وما لازم يكون فقط مناطب رئيس هيئة التحقيق الخاصة أما القضاء كمان مهم أنه لجنة رقاة بتقدر هي تفوت وأتقل وأتيح لك كلمة الأخيرة لك حسن أنا بالنسبة لقلون السري لمصرف لي أكيد لك أنه في ناس هرولت على مصرف لبنان تطلب تسكير حسابات ويخ شو عندك معطيات خذ المصاري أخذ المصاري خذ المصاري وسكرنا حساباتنا وبلغوا في ديها ووكي وهو 220 مليار دولار نعم يعني نفع هالقانون إذا شخص إذا إذا مش باب وسارع في رائد بالأمن العام وديته 20 مليون إذا شخص بالخارج ما أنه مصرح وديته فيه تهرب ضريبة مش نهيك في كتير بالخارج ما عم بيرفعه بالزبط بدي أشكر حضوركم دكتور غبريل دكتور أبو سليمان وحسن مغني شكرا لحضوركم معنا مشاهدين انتهت هذه الحلقة من المشهد اللبناني التي كانت متعلقة أكثر في المصارف وما يحصل مع المودعين واقتحام المصارف والقوانين المتعلقة بالإصلاحات المصرفية شكرا للمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة